فيما يتعلق بشك بقى ايه احمد فتحي وليد سليمان وانه وليد سليمان واخد مش عارف رقم كام واحمد فتحي الناس بتلوم ومين لهم احمد فتح يا كابتن ماجدي مين لهم ده النادي الاهلي كتب قال نتمنى كل التوفيق لأحمد فتحي ايه اللوم في كده ايه الغلط اللي حصل في كده لاعب ليه كل التقدير والاحترام والتاريخ الكبير مع النادي الاهلي قراره هو حر ده قراره احنا في عصر احتراف وبالمناسبة في كلامك يا كابتن ماجدي برضو انت قلت عصر احتراف هو عصر احتراف في حاجات وحاجات لا مهتمة ده عصر احتراف فانا بيبقى عندي مدير فني مدير فني طالب مثلا انا جدد مع وليد سليمان واخد فتحي فانا هشتغل حنجح حنجح مش حنجح خلاص هبقى عملت اللي علي بس في الاخر عندي سقف وحدود بتحرك فيها السقف اعلى سقف ممكن يكون وصل له وليد سليمان اعلى سقف يقدر النادي الاهلي يعرض رحمة فتحي جاله عرض تاني من برا مفيش مشكلة الراجل شايف ان ده مصلحته هو مفيش مشكلة اه في البعض من اللعيبة بيبقى عندهم الانتماء غالب هو احمد فتحي منتمن لنادي الاهلي بالممازل لكن دايما ممكن قراره يبقى عاطفي بشكل كبير ويكمل مع النادي الاهلي دون وضع في الاتبار اي امور اخرى يعني تتعلق بالمد تمام فالاهلي عمل عليه في الملف ده وليد سليمان ان هو 35 سنة ومش 35 سنة وازاي مبلغ زي دايد فعله وكلام من ده برضو الاهلي ماشي في حدود معينة مدير فاني تاني طلب مني ان انا اجدد لوليد سليمان جددت له باللمت اللي انا شايفه بما يقوليك كمان بتاريخ وليد سليمان مع النادي الاهلي الراجل ادى وضحب كتير جدا عشان نادي الاهلي فانا مستغرب بصراحة مستغرب جدا يعني بالتحديد بخصوص وليد سليمان ايه مشكلة ايه مشكلة انا عايز يسأل كابت المجدي سؤال ممكن على فكرة انت تتطفق ان ممكن يكون مبلغ دا وليد سليمان من غير ما قول مبالغ كبير وممكن تقول ان دا مبلغ مكانش لازمة ومبلغ قليل وكلام من دا كل واحد دي رؤية رؤية ووجهة نظر لكن في كل احوال هو سؤال لكابت المجدي عبدالي انا عقب بس يعني اقنعني والنبي يعني انت لو مكان وليد سليمان لو انت مكان وليد سليمان مش هتطلب المبالغ دي او مش هتتكلم في المبالغ دي تقول ابناء النادي الاهلي اكيد هتتكلم يا كابت المجدي في المبالغ دي اكيد هتطلب وممكن تطلب اكتر كمان كل واحد بيقيم نفسه كل واحد بيطلب المبالغ اللي هو عايزه وفي الاخر النادي الاهلي بيبقى عنده حدود معينة المبالغ بتتدفق بدليل انه هو جدد لوليد سليمان ومقدرش انه هو يجدد لحمة فتحي لان المبالغ اللي طلبها كبير فهو ده عصر الاحتراف يا كابت المجدي وبعدين الجزئة الاخرى اللي بيتكلم عليها بخصوص ايه بخصوص الاهلي مش قادر يطلع بك شمال مكان عالي معلول بياخد فلوس قد كده الله طب ما هو ده عصر الاحتراف يا كابت المجدي انت بتتكلم فيه يعني يا جماعة احنا لما نيجي نتكلم عن امر امر ما لازم ما نجزأش الكلام عنه بمعنى ايه يعني بمعنى ان انا اقول دلوقتي انا في عصر الاحتراف فاتكلم في بعض الامور اللي ليها علاقة بعصر الاحتراف ودي لازم موجودة والامور اللي مش عالة مزاجي لأ ده مش الاحتراف ده لازم ما يبقاش موجود لازم لا يا معنى مش كده الاحتراف يا اما يبقى كله ماشي بشكل كويس يا اما لا فانا بطالب الكابت المجدي عبدالغني قبل الاعتذار لأي حد جوا النادي الاهلي لو حريص يا كابت المجدي على علاقتك بجمهور الاهلي وبأعضاء النادي الاهلي يريد تطلع تعتذر ليهم واللي كيان النادي الاهلي وما تعتذرش يا سيدي لأي مسؤول ما تعتذرش لأي واحد في لجنة التقطيط للكر ما تعتذرش لأي حد دول ناس كده كده ايه قامات كبيرة مش محتاجين حد يدفع عنهم كل الناس بحتيجي تقول لي انا بتكلم كده عشان انا في قناة الاهلي ومش عارفها انا عايز اقول لك على حاجة انا كنت موجود في قناة الاهلي ايام كابت الحسن حمدي كنت موجود في قناة الاهلي وكانت احسن فترة بالنسبالي ايام المهندس محمود طهر وموجود ايام الكابتن محمود الخطيب انا الكلام كله بالنسبالي بالنسبالي حرص على كيان النادي الاهلي وعلى اسلوب اللي تعودت اشوف فيه مسؤولين او لعبة كرة جوان النادي بيتكلموا بيه اسلوب معين مش الاسلوب اللي احنا شفناه ده كابتن مابدي فانا بطلب من حدرك الاعتذار للجمهور ولكيان النادي الاهلي عشان لو انت حريص على رصيدك معاهم لو حريص على علاقتك بيهم لو حريص ان هم يخفروا لك بعد الكلام الكبير اللي حضرتك قلت ده وفي كل الاحوال اي حد يا جماعة حقه يختلف لكن برضو انا بختصر القصة كلها في الاسلوب وكيفية الاختلاف وكيفية ابداء الرأي بس كده